تخيل بقى لو صاحبك مسك الموبايل ولقاه بالمنظر ده الشاشة كلها خطوط كده بالمنظر ده وكل ما يضغط على الشاشة يحصل فيها زي ما انتم شايفين كده هيفتكر بقى ان الشاشة بوضت مثلا ولو فكر ان هو يحاول يستخدم الموبايل او يعمل مكالمة مثلا بص كده هيلاء الموبايل بطيء جدا ومشيعرف يستخدمه خالص هيفتقى في منتهى البطء زي ما انتم شايفين كده السلام عليكم ايه الاخبار واهلا بكم في فيديو جديد مبدئيا كده الموبايل اللي شفته في مقدمة الفيديو سليم ومش بايز ومفوش اي مشكلة خالص وههعرفك دلوقتي ايه اللي حصل فيه بالزبط او ايه اللي خلى الموبايل يبقى بالشكل ده وعلشان كده فيديو النهاردة ممكن نمشيه في حتتين الحتة الاولانية انك ممكن تعمل مقلب في صحابك بالموضوع ده تمسك موبايل صاحبك وتقوله انك هتعمل مكالمة مثلا وتقوم عامل فيه الحركة دي وطبعا صاحبك هيتخضى ويفتكر ان الموبايل بعض او حصل فيه مشكلة وبعد ما تحلو عليه شوية والدواخ وحبتين قبل ما يضربك ارجع الموبايل لطبيعته تاني هزار مش اكتر يعني تمام؟ والحتة التانية انه لو حد من صحابك لقيت عنده المشكلة دي في موبايله تعرف ايه سببها والموضوع جمنين وتقدر تحلله المشكلة واكيد مش غرضي خالص ان انا اقذي حد بالموضوع ده والموضوع مش هيخرج برا اطار الهزار مع صحابك وانك تبقى عارف الموضوع بيتم ازاي ولو حصل مع حد تبقى عارف السبب تمام؟ وعلشان ما ضيعش وقتك هنشوف مع بعض الحركات دي بتتعمل ازاي حالا بس ما تنساش تخبط اللايك المتين ولو انت مش مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات ومس كده يا سيد يالله بينا نبدأ الفيديو يالله بينا طبعا احنا انتفقنا انك هتمسك موبايل صاحبك وتقول له انك عاوز تعمل مكالمة مثلا فهاتقوم藏ام المفايل كده وتدخل على ايضا وهي حتنزل للاخر كده وتصني عند يوني قوض الجهاز وتضغط عليها وبعد كده هتضغط علي معلومات حول البرنامج وحتتيجى عند رقم الازدار وتصني لقاءة سبع مرات لگاة ما يتفعل معك وضع خيارات المطور أنا طبعاعل نعمل في قبل كده مكتوب هنا لا داعي في وضع المطور قيد التفعيل فقط حتطني لقاءة سبع مرات لغاية ما هو وضع خيارات المطور قيد التفعيل بالفعل وهو ده بقى اللي فيه الليلة كلها يا معلم هنضغط عليه و هننزل لتحت شوية كده لغاية ما نلاقي حاجة اسمها الرسم موجودة قدامكم هنا و هنفعل بقى الاختيار ده اللي مكتوب عليه عرض تحديثات الشاشة هنفعله بالشكل ده و مجرد ما نفعله هنلاقي الشاشة بقى بالمنظر ده كل ما تلمس الشاشة هتلاقيها بتعمل الوميض اللي انت شايفه ده تمام؟ هنقفلها بس دلوقتي ولو عاوز بقى تزودله الموضوع اكتر هنفعله الاختيار ده اللي مكتوب عليه عرض حدود التخطيط هنفعله مع بعض بالشكل ده هنلاقي الشاشة بقى كلها خطوط بالمنظر اللي انت شايفه ده و عمالها تنور وتطفي بالمنظر اللي انت شايفه ده و طبعا صاحبك لو شايفت الشاشة بالمنظر ده هيعتقد ان شاشة الموبايل بازت على طول طيب هنقفل الاختيار ده دلوقتي عاوز بقى تخلي صاحبك تخنق منك خالص هتيجي عند الاختيار اللي مكتوب عليه من قياس حركة الإطار هندغط عليه كده و هنيجي عند الاختيار رقم 10 اللي موجود هنا هندغط عليه ونيجي عند الاختيار اللي مكتوب عليه من قياس حركة النقل هندغط عليه و هنخليه على رقم 10 بالشكل ده بص بقى كده لو فكر ان هو يستخدم الموبايل بص الموبايل هيبقى عامل ازاي الموبايل هيبقى بطيء جدا بص الاختيار بيفتح في سنة ولو حب مثلا انه يعمل مكالمة هيضغط على قائمة الاتصال تعريبا هتفتح في سنة هتبقى بطيئة جدا زي ما انت شاهدين بالشكل ده موبايله حرفيا هيبقى ابطأ من السلحفة و كده اكيد هيفتكر ان الموبايل حصل فيه حاجة او باز مثلا و قبل ما صاحبك تخنق منك خالص ويقوم يجري وراك هتقوم ترجع له كل حاجة زي ما كانت هندغط على اختيار مقياس حركة النقل و نضغط على اختيار رقم 1 بالشكل ده ونيجي عند مقياس حركة الإطار هندغط عليها برضو و نخليها برضو على رقم 1 بالشكل ده لو انت لسه انفعل الاختيارات دي هتقفلها بالشكل ده و بعد ما تعمل كده الموبايل هرجع لطبيعته زي ما كان قبل كده بالزبط يالله يا بطل اعمل مقالب في صحابك و ديك برضو عرفت الموضوع بيتعامل ازاي بتمنى يكون الفيديو عجبكم و هستنى رأيكم في التعليقات و ما تنسوه بقى الحاجات الحلوة اللايك والسبسكرايب والشير والحركات دي و اشوفكو في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة